بيريز مانو على خير يا مدردسة في الصيف القادم بصرحات كيليانون بابي وأهم أخبار ريال مدريد إلا اليوم تعرف فيديو الاخر عشان تعقل أهم التفاصيل فابريزي رومانو ريال مدريد يراقب وضع أرنود في ريفربول اللاعب سينتهى عقده في عام 2025 ليفربول إلى الآن لم يقم بأي مفاوضات للتجهيد عقد اللاعب استقبل اللاعب مازال مجهول فشو رأيكم في الموضوع؟ هل بيريز بيعمل بجبلنا أرنود ديفيز مع بعض الهوسم القادم؟ لأثلتك بتأكد أخبار فابريزي رومانو مبارح عن اهتمام ريال مدريد في ليني يورو ريال مدريد يضغط من أجل التعاقد مع اللاعب اللاعب يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد ولكن في باريس سانجرمان أيضاً داخل على الخط كيليانون بابي في المؤتمر الصحفي اليوم بأكد أنه رح يعلم عن مستقبله قبل بداية اليورو أيضا كيليانون بابي عن الأولمبيات بأكد أنه حلم يلعب الأولمبيات ولكن بنفس الوقت بأكد أنه الموضوع مش بيقيده القرار النهائي ليس بيدي هيك قالوا مبابي بتعرفوا هون عن مين المقصود عن الكبير بيريزي معلم ماركة بايروني خارب يعطي مهنة نهائي لالفونسو ديفيز وبحال ما رد على العرض المقدم للتجديد فرح يتم عرضه للبيع وأنتو بتعرفوا مين رح يشتري أكيد لأثلتك بتأكد أيضا أخبار فابريزي رومانو أنه ريال مدريد رح يقدم عرض تجديد للونين حسن الصحفي خرخي بيكن ريال مدريد لازال مهتم في إعادة ميجل كوتيرز حتى لو تم التعاقد مع الفونسو ديفيز ولكن الفكرة مو هون الفكرة أنه أنت في عندك أيضا فيرلان ماندي وعندك فرانك جارسيا فأنا بستبعد الموضوع نوعا ما بالمقابل بتقلك ريليفو أنه ريال مدريد بدي يبيع ماندي في الصيف ولكن أنشلوتي بدي جدد عقد اللاعب يعني شو شايف في فيرلان ماندي أنا ما أعرف هكذا كانت أهم أخبارنا اليوم لايك فولو على مدريد